اشتركوا في القناة شهر رمضان المبارك شهر العطاء والإنتاج والإبداع هكذا تميزت إدارة تلفزيون البحرين هذا العام في خطتها البرامجية للشاشة الوطنية بالتركيز على القيم والمبادئ الوطنية النبيلة اعتمد تلفزيون البحرين هذا العام على الإنتاج المحلي بحكم الظروف الاستثنائية التي تمر فيها الدولة فتحتم علينا نعتمد على الإنتاج المحلي وفي ظل قلة الإنتاج بشكل عام في المنطقة أنتج عدد من البرامج تلفزيون البحرين موزع على أربع قنوات تلفزيونية من أبرز البرامج التي أنتجها تلفزيون البحرين هو تكريم الكوادر الطبية وهذا أقل ما يمكن عمله حق هذه الفئة من المجتمع اللي ضحت بنفسه وأمانة يعني قامت بدور جدا كبير خلال السنتين الماضيتين اللي حاليا نمر فيها من أبرز البرامج الأخرى أيضا برنامج السارية اللي يبث للعام الثاني على التوالي هو برنامج المسابقات اللي لاقى صدق جيد من قبل المجتمع بشكل عام والمشاهدين الشهر رمضان يعني القالب الديني والإسلامي والروحاني هو الطاقي على هذه الشهر الفضيل وإحنا استوحين أفكارنا وخطتنا البرامجية من هذه الجانب فبخصوص البرامج شكلنا فيها أكثر من نوع سوين برنامج النبي قدوة يوميات صائم وإضافة إلى رتل وتدبر اللي هو البرنامج المسابقات الرئيسي التنوع والشمولية في العمل التلفزيوني لمختلف المجالات الثقافية والدينية والرياضية يؤكد على أهمية الإنتاج المحلي ودوره في تلبية رغبات وتطلعات الجمهور الكريم تقدم قناة البحرية الدولية مجموعة من البرامج مناسبة الشهر الفضيل نبتدي ساعة خمس مساء ببرنامج healthy fasting يتكلم عن النصائح الطبية والرياضية اللي ممكن ناخذها خلال الشهر الفضيل الساعة خمس ونص عندنا برنامج الطبخ جيس كوكينغ من تقديم الشف البحرين المبدع بالسام العلوي وبعد أذان مغرب مباشرة عندنا برنامج حاول السيرة النبوية الشريفة من تقديم الدكتور عيسى المطوع ودكتور سامر النحيلي شاشتنا الوطنية تلفزيون البحرين تزخر بالعديد من البرامج المنوعة والمتميزة أيضا في كافة المجالات ليست فقط المجال الديني في شهر رمضان بل أيضا القناة الرياضية في عندناك مجموعة من البرامج الرياضية اللي تقدم لمختلف الفئات المشاهدين حيث أننا عندنا البرامج الترفيهية بالإضافة إلى البرامج التثقيفية وأيضا برامج التوثيق الرياضي اللي يميز برامجنا احنا في تلفزيون البحرين واحنا كمخرجين طبعا التنوع الموجود في تنوع في برامج متنوعة في برامج مهتمة بالشأن الديني في برامج مهتمة بالطبخ في برامج متكاملة تلبي كل احتياجات المشاهد فهي الشيء الجميل في شاشتنا احترافية وإتقان يتميز به منتسب إدارة التلفزيون في الالتزام بأداء مهامهم وأعمالهم التلفزيونية من البرامج والفواصل التي لاقت استحسان وإعجاب الجميع مسؤولية مشتركة تتظفر لحملها جهود منتسبي إدارة التلفزيون في وزارة شؤون الإعلام في مختلف الأقسام وذلك لتقديم باقة متميزة من الانتاج التلفزيوني خلال شهر رمضان المبارك تلبية لرغبة المشاهد الكريم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين